السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اليوم رح اشارك معاكم فاطيرة سهلة سريعة كسرعة البرق رح توجدها في اقل من عشر دقائق هاد الفاطيرة بدون عجين وبدون فرن رح نطيبها فقط في المقلات الحشوى انواع الجبن رح يكونوا اختيارية حسب الدق والمتوفر في المنزل يعني لما تتشاهوا بيزا ولا بيزا كوفا ولا اي فطائر وتعجزوا عن صنع العجين هاد الوصفة رح تكون مثالية ونقولوا بسم الله وندخلوا مباشرة في المقادر كنت اختيت زوج حبات طماطم يعني الطماطم خيرها حمراء وتكون متماسكة نوعا ما انا درت زوج حبات لانني رح ندير زوج فطائر ايدي درتوا فطيرة وحدة يعني حبة طماطم تفي بالغرط انا وردت لكم طريقة التقطيع باش شوفوا السمكة الشرائح يعني قطعوها شرائح متوسطة الحجب لا هي رقيقة ولا هي غليظة بنسبة كذلك للحشو رح يكون اختياري انا درت شرائح ديك الرومي المدخن ودرت كذلك شرائح من الجبن جريل مدخن كذلك حبيتني بريكم هذي المنتجات لعدة اسباب يعني اولها انها منتجات محلية الصن يعني كامل هذي المنتجات تخدموا في الجزائر هكذا باش نشجعوا المنتوج تع بلادنا يعني مش شرط نشروا حاجة مستوردة كين منتجات محلية والجودة التحهم عالية يمدون تاجرواها راح تجربوا وتحكموا بنفسكم بالنسبة لهذه الموزاريلا نستخدمها في البيتزا وتمدلي نتائج ممتازة وهو منتج محلي كما راكم تشوفوه في الصورة انا كذلك عندي شرائح ديك الرومي يعني اللي شتوهم في الصحن عندهم طعم مدخن فيهم طعم الشواء دوق ما شاء الله وكذلك شرائح مدخن كذلك وعندها دوق لذيذة جدا شريتهم من عند صاحبة المحل يعني تقدر تشروا مباشرة كما تقدر توصلكم المنتج على حسب الطلب يعني هذا السيدة لنوجه لها تحية لانها مثال للمرأة الناجحة او المكافحة لما تدخلوا لصفحتها على الانستغرام ولا تزوروا المحل اذا كنتوا قراب راح تشوفوا المحل يعني فيه كل الاشياء اللي ربما تبحثوا عليهم وتقولوا مكانش كامل في الجزائر يعني راح تلقوهم عندها اضافة الى انه يعني كل المنتجات او اغلبيتها منتجات محلية الصنع راح تلقو المخللات انواع من الجبن المكسرات انواع التمر يعني المحل تحوى كأنه معرض صغير يجمع كل المنتجات المحلية يعني راح تلقونا وهي ذوق وثمن كذلك في متناول الجامع راح نرجعو للوصفة دينا عندي خبز التورتيلا يعني اللي راح يعودنا العاجل لانه الفطيرة بدون عاجل انا شريته جاهز واذا يعني محبيتوش تشروعوا عني دير الوصفة في القناة راح تطيبو اكتر من عشرين خبزة مرة واحدة راح نخليكم الرابط في صندوق الوصف اذا حبيتو تشوفوه واذا ملقيتوش خبز التورتيلا تقدرو كذلك تعودوه بالخبز العربي يعني كاي اللي يقولوله الخبز العربي كاي اللي يقولوله الخبز لبنان خبز سوريا المهم راح نوريكم الخبزة كيفاش ديرها يعني كذلك راح يمدلكم نتائج ممتازة راح ندير نفس الوصفة بحشوة اقتصادية جدا يعني درتها فقط بتشكتوكا شوية باتي والقليل لأم من الفرماج راح نخليكم رابط الوصفة في صندوق الوصف اذا حبيتو تشوفوه انا يا عندي هاد الخبز تعال التورتيلا يعني اذا جاكم قبض المقلة سوا سوا راح تستخدموه مباشرة بدون ما تديرو هاد الخطوة وإلا اذا الخبز تعال التورتيلا يعني جاكم شوية كبير عالي المقلات راح نشوفو مع بعض كيفاش راح نرقعوه انا عندي هاد المقلات ومن الضروري المقلات تعكم تكون غير لاسقة وضروري يكون هندكم غيطة اما بعد راح نشوفو يعني علاه لازم يكون كاين الغيطة راح نشوفو كيفاش راح نديرو ورق الزبدة في قاع المقلات بدون قياسات وهذا الطريقة كذلك راح تكون مفيدة لما تغلفوا قاع اي مول يكون يدخل للفرن راح ناخدو ورق الزبدة راح نتنيوها على اثنان وبعدها راح نتنيوها على اربعة راح نحكمو هاد الروكن يعني هنا الفتحة راح تكون من الجهة الاخرى راح نزيدو نعودو نتنيوه مرة اخرى ولانتويوه مرة اخرى راح نشوفو نسبيا فقط يعني المركز نتعقع المقلات راح نحطوه بهذا الشكل ونحاولو نضغطو عليه هكذا بش يرسمنا هدوك الاطراف تعد دائرة يعني ان بعد راح نقطعوه بالمقص ورح نتحصلوه على دائرة تكون قطقة هالمقلات وقد كذلك تقدروا تديرو نفس الشي لما تكونوا تغلفوا في قالب يدخل للفرن يعني دائرة كذلك كيفية تغلف سينية تكون مستطيلة او مربعة الشكل راح نخليكم رابط الفيديو في صندوق الوصف يعني طريقة مفيدة جدا ان شاء الله فقط تشوفو هذ الفيديو هكذا باش يستفاد الجامع ناكي ماشتو خديت الاوراق ولا الخبز دا التورتيلا وقطعتو على هديك الدائرة نا يعني شوفو راح نحطوه في المقلات ورح يجي قط قد راح نروحوا للخطوة الموالية يعني صدقوني هاد الفطيرة راح نديروها في اقل من عشر دقائق جربوها ورح تعرفوه باللي راني قط لكم المدة المناسبة ولا اقل كذلي ناكن تخديت ربح باتا بيض يعني درت زوج على حيدا وزوج على حيدا درت لهم الملح والفلفل الاسود نخلطوهم مليح مليح ونخلوهم جانبا كذلك الهاد الوصفة دروري يكون عندكم كمية من الزبدة يعني راح تزيد لكم في الدوق ورح تمدلكم اللون جامل لهاد الفطائر اذا ما عندكمش تقدروا تستخدموا الزيت يعني راني بعيدة عن النار وراني ندير في هذه الخطوة يعني هاد الخطوة ما نديروها شفوق النار ديروها بارد في بارد بعد مدهنت المقلات التاعي بكمية لبأسة بها من الزبدة راح نفرغ زوج حبات من البيض اللي خلطوهم مسبقا راح نجيبوه خبزة وحدة تا التورتيلا راح نحطوها مباشرة تا فوق البيض راح ندير الفرماج المدخن زد القليل من الفرماج الخاص بالطلي راح نزيد ندير طبقة ثانية من الخبز وندير شرائح تا طبقة ثانية من الخطوة ونطبقهم بالقليل من الملح تحبوا ديروا يعني القليل من الفلفل الاسود لكم الاختيار كذلك القليل من الفرماج راح نزيد ندير خبزة اخرى ونديرو صدر الدجاج المدخن يعني هنا تقدروا الديروا صدر التاع الجاج يكون بقى لكم الجاج محمر تقدروا اي بواقي راني دايرة نسخة اقتصادية جدا بشكتوكا فقط والفرماج الخاص بيطالي زدت خبزة من الفوق يعني ما درت فيها ولا شي راح نجيبوه الغطاء التعليمي المقلات يعني داروا يتغطوها هكذا باش تسمحوا لهذه المكونات وهذاك الفرماج باش يدوب لكم تماما نشوفوا النار ما لازمش تكون قوية وما لازمش تكون متوسطة لازم تكون النار هادئة راح نحطوا المقلات التعنى ونديرو لها الغطاء ونبقى ونعسوا فيها يعني لما شوفوا هذاك البتن شفنا كامل من الاطراف راح نقلبو هذه الفطيرة يعني هنا نشوف لي من هذيك الجيهة وهذه الجيهة ما زال ما نشفش راح نزيد نحط الغطاء بعد حوالي دقيقة راح نرفع الغطاء وحاولوا عني ديرو هاد الحركة هنا وشان ندير يعني راح نحاول نجيب القليل من البيض ونحطوه في اطراف الفطيرة هكذا باش تتغلق لنا مليح مليح وما يخرجناش الحشو الى الخارج نعيلي كما تشوفوا يعني ما زال مخدت لي شلون من الجهة السفلية راح ندير الغطاء ونخليها النص دقيقة فقط ولما يعني انتفقدها راح نلقها تحمرت مليح 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 يعني هنا ما تخافوش ديروهم فقط على الوجه الحلوي راح تحاولوا تغطو كامل هاداك الخبز تا التورتيلا وبعيدا عن النار يعني هكذا باش ما توسخ لكمش الفورن ديالكم راح نجيبوه صحا قد المقلات تاعكم وتحاولوا تقلبوا المقلات على الجهة الاخرى بعد مقلبتها راح نجيب المقلات راح نزيد نديرها الكمية من الزبدة ورح نجيب الفطيرة تاعي باش نحمرها على الجهة الاخرى يعني هنا ما تخافوش العملية سهلة جدا راح تخطو سباتشير وتحاولوا يعني هادوك الاطراف الزائدة كامل دخلهم من الجهة السفلية ولما تكونوا تديروا في فطيرة مثل هادو الشكل فريط اوملات اي حجة يعني تكون مرتفعة حاولوا تديروا هادو الحركة لانها مهمة جدا يعني هكذا راح تتحصلوا على فطيرة ولا على اوملات تكون كامل دائرية من الاطراف ويكون الشكل التحام ممتاز بعد راح نوري لكم كيفاش راح تخرج لي من الاطراف راح ندير الغطاء نخلي الجهة السفلية تتحمر يعني حوالي الزوج الى 3 دقائق فقط ورح نقلبوها ونلقوها بهذا الشكل يعني هايليك حاولوا تتحصلوا على لون يكون ذهبي هنا شوفوا الاطراف كيفاش نطمونا حاولوا تهزوا المقلة التاعكم وفي كل الاتجاهات هكذا باش تقدروا تتحصلوا على نتيجة ممتازة عني متأكدة اذا جربتوا هاد الفطيرة راح تكون الفطيرة المتميزة والوصفة رقم واحد عندكم يعني تقدروا توجدوها في رمضان قبل الفطور مباشرة يعني حوالي عشر دقائق فقط ورح تكون جاهزة ربما يجيكم تضيف على غفلة يعني رح توجدوها في الدقائق الاخيرة فقط وتحمروا به وجهكم اذا ما زالكم تشوفوا الفيديو لحد الساعة اذا عجبكم اذا حسيتوا بلي استفدتوا ولو القليل ضغطوا على زر اللايك لانه رح يساعد الفيديو للانتشار على نطاق واسع كذلك رح يشجعني على اضافة المزيد والمزيد من الوصفات المنزلية الناجحة ان شاء الله هتجربوا هاد الوصفة لانها وصفة سهلة جدا وسريعة جدا الحشو متتقيدوش بالحشو اللي درتو انا يا تقدروا تدروا اي حشوة تكون متواجدة عندكم في المزيد يعني شكتوكا وشوية فرمج ورح تتحصلوا على نتائج ممتازة هذه نهاية الوصفة وفي الاخير رح أقولكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته